طحياتي للجميع أتمنى للجميع يكون بخير وبأوقات جيدة الفيديو هذا رح حاول ما طول فيه كتير رح أحكي فيه الفيديو هو فكرته عفوية من زمان حابب أحكي فيه قد يضيف شيء جديد للموضوع الفيديو بصراحة موجه أكتر شيء للناس اللي دعني نقول اللي عايشي بأوروبا دعني نقول أكتر شوي للناس اللي طالعين هربا من ظروف حروب أوضاع إنسانية صعبة ولجئت لهذه الدول بحسن عن ملاز أمين بصراحة أنا جداً بحترم الشخص ويمكن كتير ناس مثلي اللي بيكون شايف نعمة بحياته شايف أنه أعيش حياة لا بأس فيها وبيحدث بهاي النعمة بيحكي أنه أنا أعيش حياة سعيدة مرتاحة ولكن اللي عب شوفوا بكتير من الأحيان طبعاً هاي الأسطواني اللي كل ياتكن بتعرفوها أنا بدي أحكي حكيها اللي مكرر يمكن الله يرجعنا لحظون أحدنا الوطن والله ما في أحلى من البلد طبعاً البلد اللي مضل منا شيء على فكرة اللي أهل تهجروا أبنية تهدمت مضل في شيء من معالما يمكن إذا بيأخذونا عغير بلد ما رح نعرف الفرق فيه نحنا هون عايشين من قلة الموت بيجي باتصل فيك بارحة تحديدة نصار معنا الموقف تصل فيك رفئك من سوريا بيقلك بسوريا قاعد قاعد بالشمال السورية اللي هي الله يعيني يعني تعبانين الجمعة بيقول لي يا أخي لهالدرجة الوضع سيئة عنكم حكيت مع فلان من الناس بيقول لي والله ما مصدق يمت تنحل الأمور لا أرجع ما عرفان شبدي ساوي شعب ما بينحمل بلاد طأس ما عم نشوف الشمس عالم عنصريين ما في شيء ما قلوا طعامي مثل بلدنا يا جماعة شو قصت التشكي في هذا الموضوع سامحوني لو طولت هلأ يعني اللي طالع أول شيء أنا بدي أحكي اللي طالع هربان من حالة حرب هربان من حالة حرب يعني مبدأ الأساس اللي عم تدور عليه هو الأمان خلينا نحكي الصراحة في حدا هون يقول لي إنه الأمان بأوروبا ما نموجود أهم وعنصر أندي طلبته في البلد القادم اللي رح يكون ملجاك هو الأمان أمان موجود قولا واحدا هذا الموضوع يعني لا يستحق النقاش صراحة اثنين هل نحنا عم نحكي عن دول العالم الأول هل لهالدرجة صار ما بينعاش فيها هل فلان من الناس اللي والله أنا برجع كرمال صندويشة فلافل تحجس الرئيس وبرجع كرمال طاصة بوزة عن بقداش وكرمال ما بعرف شو هل أنت عن جد إنسان هربان من الموت اللي أنت مستعد ترجع عبلدك بشان طاصة بوزة ولا مشان صندويشة فلافل والله أرصم شبك والله أرصم شعيبيات يعني الموضوع مو غريب شوي وهل هاي الدول اللي هي يعني أحسن شي موجود على خارطة هذا الكوكب التعايس يعني هذول دول العالم الأول لما بحكي هولندا سويد درويج إنقلترا تطلع بأرقام بالتعليم الأول بالصحة الأول يبقى كله بالأوائل يعني يعني هلأ إذا هذول هن ما نعاجبينك شو عاجبك بالله يعني أشو نجب لك نصنع لك شي لحتى يعجبك وين ممكن يكون هلأ في ناس بتقول أهلنا ناسنا بلدنا هذول يبضلوا غير على عيني وراسي ولكن هذا الحكي ما بيقوله شخص طلعي نجو بحياته لما أنت بتكون طالع لحتى تنجو بحياتك بصراحة علاءاتك بتجيب المرتبة الثانية أو الثالثة أو الرابعة علاءاتك مع الناس وأهلك وناسك ماشي وهذا الموضوع مثل ما قلت محقا بعدين خلونا نشيلونا من كل هالحكي هذا المسلف خلونا نحكي بشيء آخر كل يوم هلأ أنا كشخص اليوم اللي جيت على أولندا واخدت إقامة وشفت هالبلد اللي بتقرف اللي ما بتنشاف أنا عندي خيارات كتير على فكرة طلع على الإمارات صار يشتغل في عالم رجعت على تركيا يعني أنت أنا عم بحكي عن إقامة ما عم بحكي عن جنسية أنت وجودك هون أنت ما حدا أجربطك بجنازير ما حدا أقل لك ودك تقعد هون غصبا عنك يا أخي يعني خفف زحمة عنك وعن غيرك على فكرة أنا بعرف كتير ناس بسوريا مستعدين يقتلوا مستعدين يضحوا بحياتهم ليش نحكي عليهم في ناس كتير ما طلعت زتت حالة بالبحر لحتى تحصل على هاي فرصة فرصة بحياة جديدة أنت بعد ما حصلت علي لهذه الفرصة تجيبت والله كان غلطة كبيرة تطلع هاد الغلطة بتصلح على فكرة تصليحه ما في أسهل منه بالإقامة الأوروبية لحالة أنت بتقدر 22 بلد تروح تستقر فيهم على كيف مزاجك قررت ترجع لتركيا فيك ترجع قررت تروح لبلاد الخارجة بتروح بدون كفيل هنا هيك اللي عنده جنسية نحن بالنسبة لأولندا خمس سنين عم يأخذوا جناسي الدنيا كلها مفتوحة قدامك بس فيه شغلة مهمة لأنت جاي هون ما عاجبك البلد ولا عاجبك الشعب ولا عاجبك النظام القضائي ولا عاجبك أكيد هي موش الجنة قولا واحدا أوروبا موش الجنة والجنة مو موجودة على الأرض لو الجنة موجودة على الأرض ما كان الإنسان صار يدور عليها بالسماء هذا قولا واحدا رح أعمل فيديو مخاصص عن هذا الموضوع ولكن إذا كانوا كل هدول عندك خيارات يعني أراضي الأرض الله واسعة مثل ما بيقولوا فيك تروح لأماكن تانية لا تعود توصل لمرحلة هاي الناس اللي قاعدة في سوريا ملتعين ملتعين عرضة يا رجل يعني تعود تقول لهم بالله نحن عايشين هون من قلة الموت هلأ أنا ما بعرف قد يكون ورا هاي الأسباب ورا هالأحاديث هاي أسباب مثل إنه واحد بده الناس ما تطلع عنده بده الناس ما تطلب منه مصاري وهذا بحث آخر طبعا يعني بده الناس ما تطلع على عنده أو بده بنصح الناس إنه ما تطلع أنا ما بعرف ليش بصراحة يعني اللي ما يصلح إليك إذا أنت ما أنك مبسوط أنا شخصيا في جاري مثلا على سبيل المثال ما أنه مبسوط ايه هل أنا بعمم وأي واحد بدي يطلع له ما أنه مبسوط أنا مبسوط ومرتاح بهذه البلد هل يعني اللي صار معك أنت لازم يصير مع كل الناس هل يعني إذا أنت كنت إنسان متشكي ومراضي بواقعك أو فاشل أو تنبل أو أنت جاي يعني في كتير الناس جاي متأملي أن يكون هنا تجني ما طلعت تجني هذا الحكي بنطبع على كل الناس متأملي أن تجني لا في ناس صعب تدور على سقف يسترى على بلد تحس بكرامته شوي على فرصة جديدة بالحياة وهذا الموضوع متاح في أوروبا قولا واحدا يعني شئنا ما بينا كل الناس متفق عليه فخلونا ما نكون سلبيين كتير بالذات الناس اللي عايشين هون أنا ما عبقول لواحد قول أنت عايشة خمسة جوم لا بس ما نقعد نزاود على الناس اللي قاعدة تحت القصف والناس اللي قاعدة بالفقر وبالحرمان ما عارف عن يتأمن لا خبز ولا تأمن لترمازوت ولا عارف عن يتأمن شين وقاعد نقول له نحنا نشكي من بكي القلم ما تركنا شي لغيرنا ليش كي يبكي هذا الفيديو كان لهذا اليوم باختصار بتمنى أكون ضفت فكرة جديدة بهذا الموضوع بتمنى تضلوا بخير شوفكم في فيديو جديد باي باي شكرا للمشاهدة